لا يمكنني أن أرى وزارة الرئيس السودانية قالت أن الخرطوم ستدعو في أقرب وقت لهذه الاجتماعات لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الإفريقي حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي موسيقى وفي القاهرة أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان على التمسك بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة كما شدد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للبلدين باعتبارها مسألة أمن قومي وكانت إثيوبيا اتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض على حرب ضدها على خلفية انتقادات حادة واتهامات لها بالتجاوز والتعنت في مفاوضات السد تعنت دفع واشنطن في أوائل سبتمبر الماضي إلى تعليق جزء من مساعداتها المالية لأديسة بابا بعد قرارها البدء بملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان ترجمة نانسي قنقر